يعني أنا فاكرة إن إحنا كان لنا لقاء دكتور شام أول لما كان البرنامج لسه في بدايته يعني عشرين عشرين في أوائل السهور الأولى تكلمنا مع حضرتك وعدنا نشرح وتكلمنا عن شغل الاتحاد ومن ساعاتها لغاية دلوقتي شغل كتير جدا على الأرض وبطولات كمان خدناها بشكل كبير فأعتقد ده يعني شيخ لازم نتكلم فيه بشكل أكثر تفصيلا عندنا كمان بطولة شهر أغسطس مهمة جدا فنبدأ إيه بقت؟ يعني تحب نبدأ منين؟ والله طبعا أنا أشكر أن القناة النادي الأول على فعلا من سنتين تشجيع متواصل لنا وده بيشجعنا أكثر وبيحفزنا بزرعة الحمد لله أخيرا وجدنا الإعلام يهتم بينا شوية معنا الشطرنجة والإسكواش أكثر رياطين في مصر بيعملوا إنجازات وهم رمز الألعاب الفردية واللي دايما بالنادي أنه يبقى فيه دعم اليوم أكبر ونتمنى أنه ده يتحقق قريبا إن شاء الله الشطرنجة المصري في خلال 10-11 شهر فقط بنصديف 6 بطولات عالمية وأفريقية وعربية بدأنا في شهر 11 اللي فات عملنا بطولة البحر متواصل وبعدها بطولة الأندية العربية والمدن العربية وحاليا عندنا بطولة أفريقيا الفردية للرجال والسيدات المؤهلة لكاس العالم وكمان عندنا بعد شهرين فيه بطولة أفريقيا للنشئين للفئات السنية كلها من 8 سنوات لـ 18 سنة أولاد وبنات بعدها هنتوج الكلام ده كله فيه بطولة في شهر 8 إن شاء الله هتبقى في المتحف الكبير في المتحف الكبير إن شاء الله يعني الاختيار من المكان رائع حيح حيح هنريد أن نعمل حدث هنريد أن ألف لاعب ألف وخمسمائة لاعب حاجة كده نعمل ريكورد ندخلهم موصولات جينيس العالمية كمان عندنا في شهر 10 هنتوج المجهود كل ده بطولة العالم النشئين لأول مرة في مصر والمنطقة هاي هلو جدا وفعلا تفصيلة المتحف للمصر الكبير تفصيلة في منتهى الزكاء وإن شاء الله هتؤتي ثمارها لنفكرة أن أبطال العالم في شطرانجة هيكونوا موجودين وكل ما في ذلك من تغطية صحفية بطبع الحالي بس المكان أو اللوكيشن اللي هتتلاعي فيه فعاليات ده شيء رائع جدا أنا كنت حريصة أزور المكان مبارح والحال قدرت المتحف رحبوا جدا وقدموا كل التسئلات وإن شاء الله بيصدد إتمام الاتفاق خلال الأيام القادمة حلو جدا خليني بردو أروح محضرتك إحنا نتكلم دايما عن بطولات المختلفة البطولات المؤهلة للأولمبياد بس إحنا عايزين نتطمن كمان يعني طمننا أكثر تكاستعدادات دكتور هشام وإلى أي مدى ممكن إحنا نقول نسبتنا في إن إحنا نوصل وكمان نحصل على مدليات إحنا عندنا الأول قبل من في عندنا دورة الألعاب العربية في الجزائر في شهر 7 الجاي دايما مصر في دورات العربية والأفريقية دايما بترجح كافة مصر في الترتيب العام وإحنا طبعا بتشارك مع وفد اللجنة الأمبية المصرية ودايما الشطرنج بيحصد 7-8 مديلات دهب في كل دورات العربية والأفريقية في كل مرة والتالي بنساهم أن مصر إن شاء الله تحافظ على مركزها الأول إحنا شطرنجيا رقم واحد في أفريقيا رقم واحد في العرب عندنا بطل علم الشباب أحمد عدلي على الصورة حاليا عندنا الدكتور باسم سمير المصنف 30 على العالم عندنا نخبة من الناشئين دلوقتي بطورة أفريقيا للناشئين عملناها سنة الفتكة في الزنبيا آخر نسخة والسنة دي عندنا السنة الفتكة في الزنبيا فالناشئين مصريين كذبوا 13 مديلة منهم 9 دهب و2 فضة و2 برونز يعني شيء باكتساح مديلة ده يأكد إيه بقى يأكد إن إحنا نسبة الزكاء عندنا يعني كويس لأن الشترنج في الأول في الآخر هي رياضة تعتمد على التفكير والعقل والتركيز وحسن الإدارة يعني حاجات كتيرة جدا الشترنج الفرعن هم اللي اخترقوا ما تم اكتشاف مقبرة توتعان خامون 1922 وجدوا لعبة بدايات الشترنج وشبيهة بالشترنج وده أكد إن الشترنج أصله فرعوني وليس هندي كما كان معروف قبل كده فالشترنج اللعبة المصرية قديمة المصريين مميزين كان فيه الشترنج وفيه السيجة وفيه ألعاب اللي ألعاب الزكاء دي كلها موجودة من مصر من زمان عندنا احنا هتمين في آخر كم سنة بقطاع الناشئين تحديدا عندنا في مصر حاليا عشرين أكاديمية لتعليم وتأهيل الناشئين منها أكاديمية طبعا عنديها كبيرة عندنا ودي ديجلة عندنا نسموحة في اسكندرية عندنا هليوبلس عندنا الصيد في 6 أكتوبر عندنا مدينتي والرحاب كل دي فيه أكاديمية شطران وقعدة كل نادي فيه حوالي 200-300 ناشئ